في مسلك يعيد إلى الأذهان ممارسة الأئمة فرضت ميليشيا الحوثية الإرهابية حصارا على منازل أسرة آل الأحمر في منطقة صوفان بالعاصمة المختطفة صنعاء وقالت بصادر مطلعة إن ميليشيا الحوثية أمهلت أفراد الأسرة حتى يوم الاثنين المقبل لإخلاء المنازل استعدادا لمصادرتها تأتي المساعي الحوثية بعد أسابيع من فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على الشيخ حميد الأحمر وعدد من شركاته في الداخل والخارج بذريعة دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثية استغلت ميليشيا الحوثية القضاء الخاضع لها واستخدمته للانتقام السياسي من الخصوم من خلال مصادرة الأموال والممتلكات وتشريد الأسر وتعد أسرة آل الأحمر من أكثر الأسر والبيوت التجارية اليمنية التي طالتها عمليات النهد والسطو من قبل ميليشيا الحوثية الانقلابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر